بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم مع ازاي تلوت وطلبات واولئهم والصف الخامس اللي في لداء لغة. معكم من قناة زاكر الحساب ومأس. النهورة ان شاء الله هناخد اه اخر درس في الجيومتري اللي احنا كنا وغدينه قبل الاخير اللي هو بتكلم عن يبقى هناخد النهار ده سهل وبسيط جدا ما مش في اي حاجة صعبة. اه تعال كده ناخد الفكرة كده على طول مبسطة كده. هنفترض انها مسلا قدام ده اسمه انا عندي هنا قانونين للاريا بتاعت الاريا بتاع مين? عندك اه الاريا بتاع الاريا بتاع الاسكور بيقول لي. سايد لينز يعني طول الدرة باي سايد باي سايد يعني انا بقولها كده احسن يعني سايد باي سايد او ممكن يقولوا سايد لينز باي اتسلف بس انا افضل كده سيد باي سيد. سيد في سيد. كده يعني. سيد باي سيد. السيد دو ده. وده. 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 ده عشان نجيب الاريا. الاريا يعني الحتة الفراغ اللي جوه اللي هو بيضه. اوكي? في قانون تاني الاريا بيقول لي احنا خلنا في رومبوس. باي دي باي دي. الدي لها يعني لما اجي انا اوصل كده اه من الخط ده كده للفيرتكس ده الفيرتكس ده اسمه. وهنا برضو الفيرتكس ده اسمه. وطبعا معروف ان دي باي دي. يعني ده لو كان ده بيت سمتيمتر يبقى التاني برضو هيبقى بيت سمتيمتر. يبقى هنا عندي قانونين ليه اللي هي سيد باي سيد او اريا اف سكور ايقوالز هاف واي دي باي دي. هاف واي دي باي دي. او 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 بروداكت او اف اتس دايوكنلز. هاف باي دي باي دي. اوكي اوكي. طيب احنا طبعا عندنا فيه قانون تاني لو كانوا عن برمتر بتاع سيد باي ايه فور. تاني تاني تاني. يعني انا عندي هنا الاريا بتاع سكوير اقوال سايد باي سايد او هاف باي دي. طبعا نستخدم انا يا مستر دا ولا دا? والله لحسب بنجيبك المسألة. طب تجي هنا نبدأ نحل يلا? يلا. قال لي هنا ممكن تقول لي برضو هي هي او ممكن تقول باي اتسلف. سايد لنس باي سايد لنس. دي 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 اسمها. بقول لي هنا. حبيبي حبيبي انت عندك دلوقتي قال لك انا عايز الاريا تخلي بالك ان انت عندك قانونين. مش هنستخدم اي واحد فيهم. مش هنستخدم اي واحد فيهم. لازم اه اخلي بالي من حاجة عشان اعرف استخدم ان هو واحد الاولاني ولا التاني. هستخدم ده? ولا استخدم ده? قال لي هنا زي سايد لنس. الله. ما قالش الدياجونال. ما قالش? صح? ما قالش الدياجونال. يبقى قال لي سايد لنس. سايد لنس هنا في كام? ها? والسايد لنس باي سايد لنس. يبقى انا استخدم القانون الاريا اللي بيقول لي سايد باي سايد. ايش معنى يا مستر عشان قال لي هنا سايد. يبقى نجيب سايد. سايد باي سايد اللي هي ايه? فور باي فور اقوال سكستين سنتيمتر باور تون. ابزالينز اوفزا زا سكور اهو. هنا بقى جاء بالدياجونال. تين سنتيمتر. رازين اتس اريا. يبقى هاف باي دي باي دي. هاف باي. الدي اللي هي الدياجونال زي بكام تين باي. التين. هاف باي دي باي دي. نص التين. اتفضل اللي فيها اقوال زي كام فيفتي. عندك هنا يا حبيبي هنا صعيد وانا صعيد وانا صعيد. جايب هنا اللي هي صعيد ولا دياجونال? هتقول لها مستر دياجونال? لا عيب عيب. دي هو الخط اللي جوه اللي هو ده. ومال هنا يا مستر جايب اللي ده ده صعيد. يبقى صعيد باي صعيد. ثم وقفها كده. ما تستخدمش الكالكولياتور سيخليك بقى شطور كده. وفور باي فور سيكستين وان يبقى سيفنتين بلاس زيلو. بردو سيكستين سيكستين وان هيبقى ايه سيفنتين. وتجمع سيكس. اوكي? سيرتين سيرتين. هيبقى الناين وان. ما تنساش. انسى ايه? الديسيمال بوينت. هنا الديسيمال بعد وان نمبر. هنا برضو بعد وان نمبر زيبقى كلهم هيبقى بعد كام بعد. هيبقى ده هيبقى ده الريزم. هنا برضو جايب للا ايه? ولا اه? كده جايب له. يبقى هاف باي دي باي دي. يبقى هاف باي ايت. باي ايت. نص اليت فور. فور باي ايت اقوال زي سيرتين سنتيمتر سكويرز. اوكي. بقول لي هنا مستر. جايب لي بقول لي الحتة هي بس. الحتة دي. القطعة دي. بيت سنتيمتر. وطبعا دي عبارة عن جزء من الدياجونال. يبقى الدياجونز ده كله على بعده بكام? كله كله? اه. ما دي بقيت يبقى دي برضو هتبقى بكم بايت? ايت وات? سكستين. صح? يبقى هاف باي دي. هاف باي سكستين باي سكستين. نص السكستين ايت. تمام? تمام? ايت باد ادراه في ايه? في سكستين. طب هنا جايب لي ايه? هنا جايب لي سايد. يبقى سايد باي سايد اللي هي. طب هنا جايب لي ايه? ده جزء من الدياجونالز. حتة منه. ده فايف ده برضو هيبقى بكام بفايف. يبقى فايف كلها لو عدوا بكام بتاني. يبقى اها مش فايف بايتين ما احنا قلناها. نص نص التن فايف. سنتيمتر. طيب يا مستر. انت عدك هنا بقى. لا جايب ولا جايب بس جايب لك وقال لك ان الحتة دايت. طيب. الحتة دي بتقابل او قصد الحتة دي. قدها. يبقى دي برضو. والحتة دي قد الحتة دي. هيبقى برضو. يبقى كلها لو عدوا هتبقى كامل? لو جت بص وهنا يبقى 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 كلها لو عدوا ايه? يبقى برضو. دي اه ممكن تستخدم فايل كالكولياتيبس. تمام. تعبى هنا ناخد كلا المسائل ديت. بول هنا هنا جايب ليه? سايد لانس. سايد باي سايد. سايد. باي سايد. سايد سايد. سايد. باي سايد. نص سكس تلاتة سري باي سكس ايكوال زي اي اتين سنتيمتر ايه سكوير. طب تمام? هنا بيقولي ايه لنس او بزا داي او باي دي باي دي. يبقى هاف باي. الرقم ده برضو ملتبلاي في نفسه برضو. ايه واين بوينت سكس متر. طبعا ما حددش هنا ازا كان بالسنتيمتر ولا بالمتر. بس مدام سكة تبقى عايزه بالمتر. برضو هنا يبقى وان بوينت سيكس واتطلع برضو عشان جاب سانة اللينس. بكزا. تعال بقى السؤال ده. ده السؤال ده اللي احبه. السؤال ده جميل. نكس معك. السؤال رقم سيفر ورقم ايه? بول لينا ايه? سكستي فور سنتيمتر ايه? سكوير. يبقى انت استخدم قانون السايد لينس. وانت عندك الارة بتاع السكوير بيقول سايد باي سايد. هو هنا جيب لك الارة وعايزك انت اللي تجيب السايد. يعني سايد باي سايد ايكوالز سكستي فور. يعني ايه في ايه? رقمين يكونوا شبه بعض. ايه في ايه? يديني سكستي فور. ركزوا النابة في الحتة دي. ركزوا النابة في الحتة دي. يبقى لما يجيب لك الارة وعايز السايد تسأل نفسك ايه? في ايه? بيديني سكستي فور هتبقى ات باي ايه? يبقى السايد لنسب ايه? سايد لنسب ايه? تبقى هتبقى هتبقى ازاي في المستر المستر في الامتحان. ثم قال كده. اريا اقوال سايد باي سايد. الارة بكام? سايد باي سايد. قلو زين السايد بكام باي ساونتيمتر? باي? خلاص? السايد بلي ايه? يبقى لما يجيب لك الارة وعايز السايد? ايه في ايه? بيجديك الارة. ولازم يكون رقمين شبه بعض. قال لك انا عايز كمان البرمتر. بتاع مين? برمتر بتاع مين? تاعي السايد باي فور? يبقى البرمتر بتاع السايد. تابقى بكام? البرمتر억 ايه انه عندك هوب كام? عندك البرمتر السايد باي كام باي ات? يبقى ايد باي فور اقوال سيرتي ايه؟ ده بر particularly عن mente. ده برضو من اهم الاسئلة ده استواندوا مهمين جدا لما يجيب الاريا وعايز يبقى انت تقول ايه باي ايه ده نرقم اللي جاي ده طب افرد بقى جاب للاريا وعايز تقوم جايب الاريا ده تضربها في تضربها في تاني ليه لان انت عند القانون الاريا بتاع في الدايجونز يبقى تودية جاية من عند الهاف الان القانون ده من عند الهاف يبقى انت تجيب الاريا وتضربها في وبعد كده والرقم اللي طلع لك تقول ايه في ايه بدينا الرقم اللي طلع ده مش فهم حاجة يا مستر تاني السؤال ده لو ليه امر بسمعني السؤال ده مهم جدا 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 وبيجي كتير جدا في الامتحانات يعني يمكن اكتر سؤال بيجي في الامتحانات مع النظام الجديد للبوكلت بيجي من حالك ترجي قد قوي 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 وعايز تقوم جايب الاريا تضربها في التور هديجي البوستر هطلاح مطلع ايه في ايه بدينا رقمان شبه بعض يبقى سيفن باي سيفن يبقى ايه سيفن سنتيمتر يعني كل القضاعة بتاعته يعني كل ده على بعضه بتولف طبعا انا عايز طول تضلع الواحد. يبقى هقسم على الفور يديني سري. هقسم على ايه? على الفور يديني ايه? سري. يبقى ده سايدز باي سايدز يقول له كده يبقى سايدز اكوالز بريمتر البرمتر بكام اقول له الايريا بقى السري ده تتضاره في النفس سايدز باي سايدز باي سايدز. يبقى انت هتجيب وقل له كده من الكبير في المساحة المربع ولا مربع اقوله فرست سايدز باي سايدز باي سايدز باي ايتي وان سنتيمتر بورتو. اولو ساكند سكوير. ساكند سكوير بيقول ايه? تولف? اهف بيدي عشان بولي داياجونيز. يبقى هاف باي توالف باي توالف. نص التولف ايه سكس. وسكس بقى سفينتيتو. يبقى مين الكبير? سفينتيتو اولو 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 كده اولو كده اه اكبر في المساحة. طب تعالى كده في المسألة اللي بعدها او الصفحة اللي بعدها مسألة مهمة جدا مسألة دي. حتى موجودة في الاجتماد رأسها. بولي انا وسكوير شايف دي بيز اوف لاند. بولك قطعة ارض على شكل مربع اه او داياجونيز بتاعتها تمانية وعشر متر. تمانية وعشر متر. اسكوير شايف ديهاوس. سايد لينز ففتين متر. اتبنى منزل جوة قطعة الارض دي. برضو على شكل مربع. والساعد ننسي بتاعتها ففتين متر. واللي الجزء اللي باقي ده اتزرع مكانه حديقة. عايز عايز مساحة اللي جوا دي. مساحة الجنين دي. يبقى حتة ارض على شكل سكوير. حتة ارض على شكل سكوير. مربع. اتبانى جواها منزل برضو على شكل مربع. بكم? ففتين متر. عايز هنا ايه يا سيدي? لكن عايز مساحة الجزء اللي هو اللي تزرع في الحديقة. اول حاجة اولاد. لما جاءت مسألة زيديات وده اصلا يعني يا طب سان في الماء بيجي في الامتحانات? مش مسألة زي دي? اشكال جوا بعض كده? بيبقى عبارة عن شكلين جوا بعض. انت بتجيب مساحة الشكل اللي برا. مساحة الشكل الكبير. وبتجيب برضو مساحة الشكل الصغير. وبعد كده بتطرحهم. بتجيب مساحة الشكل الكبير اللي هو مربع الكبير. وبجيب مساحة الشكل الصغير اللي هو مربع الصغير بعد كده بتطرحهم من بعض. بس كده. هو ده معنى كلمة الاريا اللي هوene اللي هو عايزه. يبا اجب مساعة الشكل الكبيرlama القتعة الارض. تاني يا جماعة. حيطة المهمة جدا برضو. يجب مساعة الشكل الكبير وبساعة شكل الصغير واطرحوهم من بعد. طب لو جاب لك مساعة كده. وجاب لك هنا برضو. اجب مساعة الركتنجل واجاب بتاع الاسكور واطرحهم برضوا من بعد. يبقى لك كده هقوله ايه? يعني مساعة ايه? الارض. قال اللي هنا خلي بقى لك. قال لك هنا دياجونال 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 دياجونال. لبنى هاستخدم هاف باي دي باي دي. يبقى هاف باي. الدياجونال زي بكام. ملتبلاي 28. نصف الـ 28. 2 divided 2 equals 1. 2 by 8. يبقى 14. واضرب فورتين في واجيب طبعا اربعتاشر في تمانية وعشرين اهوت ممكن اقول اربعتاشر طب قال لي هنا الهوس الهوس هنا على شكل ايه بقول اضغط يا سيدي اتراحه من بعد بقى اجيب الرقم الكبير الاول مينس الرقم الصغير الاول واطلع الايه الرسل يا رب اكونوا فهمتوا معلاش انا غزبا عني بس سرعة شوية عشان والله لسه هشرح للمراحل التانية اشوفكم على خير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته